موسيقى أيلول الأسود في محردي وسوريا لم يكن أقل شأنا من الكارس السوري والحرب السورية حصد العديد من الأبرياء ويؤسفنا أن يكون هذا الحادث يجرح قلب أبنائه ولسيما سيادة المطران غطاس هزيم ابن محردي أهلا وسهلا فيك أهلا فيك اليوم نتحدث نبدأ الحلقة بحدث مأساوي بحدث جرح لوبكم جميعا المحردويين أينما كانوا في هذا العالم تطلعوا بسبعة أيلول بحنين إلى بلدتهم ولكن بأسق وبأسف خلينا نرجع نتواصل شوي مع أقل من شهر حضرتك اليوم موجود وذهب إلى محردي لتقيم قدس الأربعين عن الشهداء يلي سأطوا ماذا حلّ بمحردي؟ محردي صايرة هي المنطقة يعني الحد الفاصل هي منطقة حدودية ما بين الدولي وما بين المسلحين فنحن وسقيل بي أيضا نفس الشي نحن وسقيل بي ضيعتين مسيحيتين فنحن صايرين الحد الفاصل بين الثنين لا شيء يعني يعني ينال ما فيه الكفاية من التحديات أو من الصعوبات أو من الكوارث فدائما يوجد تهديد دائما بكل دقيقة ممكن أن يصير عنا شيء صار عنا على مدار هالسبع سنوات يعني من بداية الأحتاس أو هاتم سنوات صار عنا عدة حوادث عدة قزائف عدة تفجيرات صار هجومات مباشرة على الضيعة بعض الأحيان هجر أبناء الضيعة وعادوا هذا كله صار في تعرض نتحدث عن الديك ولكن الأصعب المفجع المفجع كان هو الحادثي اللي صارت في أيلول بسبع أيلول فقدنا 13 شهيدة طبيعي جنزنا عشرة مباشرة كان منهم ست أو سبع أطفال يعني كان في عنا القسم الأكبر منهم أطفال منها عائلة كاملة فقدت يعني بقي الأب وفقد أمه زوجته وتلت أولاد ما في شك كان فاجعة كبيرة على المحرداويين أولا على المسيحيين في سوريا وأعتقد خارج سوريا لأنه محردي هي رمز لأنه محردي أكبر تجمع مسيحي ببيور في المنطقة هو محردي لأنه بتعدل لعشرين ألف نسم فكان يوم قاسم ما في شك صاحب السيادي وقوع هذا النبأ على قلبكم كيف كان يمكن الأثر كيف اطلعت اليوم سمعت النبأ أنه سقط 13 شهيد يعني بهذا الكم من الصواريخ يعني سقطت على البلدة يعني شعور أش بدو يحكي فيه الواحد أنت أبنها البلدة ما في يوصفه لأنه هو طعن في الصميم في القلب يمكن هالأطفال ما ذكروك بتفولتك بين أحياء يمكن ذكروني بكل شيء يعني محردي بالنسبة لنا هي الدنيا هي كل شيء يعني نحنا كمحرداويين البعض بيقلنا أنتم متعصبين لمحردي أو إلى أن نحنا لا نتخيل أن نعيش خارج محردي المحرداوي متمسك بمحردي بشكل عنيف جدا جدا يعني هالضيعي اللي أعطت الطائفيه بطرك عظيم بطرك على مدار سنوات مشي بهالكنيسة إلى الأمام أقام صروح يعني اليوم هيكي تكونها بدل ما الضيعة تعيش الفخر وتعيش أنه اليوم اليوم بتعيش الألم يمكن قدي اليوم هالشهداء مش هني الوحيدين يمكن اللي سقطوا في محردي صاحب السيادي نحنا على مر الأحداث هالثمان سنوات يعني صارت ساقط عنا مية وخمسة عشر شهيد وفي عنا مفقودين أيضا تسع أشخاص مفقودين لا نعرف عنهم شيئا أين فقدوا هل هني فقدوا علما داخل الضيعة يعني أنت تعتبرون مفقودين من قلب الضيعة فيه ناس مع الجيش هني عندهم خدمة إلزامية هني عسكر عسكر وفيه ناس منهم خطفوا ولم يعودوا من قلب محردي من قلب محردي تذهبون اليوم إلى الأربعين نعم إلى الذكر الأربعين لهالشهداء شو بتكون تقوله سيدنا؟ نحن إيماننا هو في الحياة وليس في الموت نحن نعتبر أن حبة الحنطة كما يقول قديس بولوس إذا لم تموت لا تنتج شهداءنا محردي هي مدينة الشمس هي مدينة آرامية تدعى مطلع الشمس أو مدينة الشمس الشمس كما تغرب تشرق وهالأشخاص اللي رووا هذه الضيعة والتراب السوري بدماؤن هؤذي الأشخاص زنبن أنهم يحبون يحبون الحياة يحبون الآخر فهون بالنسبة لهم سيشرقون حياتا نحن مع يسوع المسيح لا نؤمن بالموت نؤمن بالحياة نؤمن بالقيامة ونحن بالكنيسة نعيد للشهيد بيوم استشهاده لأنه يوم ولادته الحقيقية في السماء فهودي نعتبره نولده في الحياة وهون شفعاء لأنه بالسماء ومن صلي إلى ربنا حتى لذويهم أنه ربنا يعطيهم التعزي والقوة لأنه بحاجة إلى هذه التعزي بالإيمان والأمل أكيد نتخطى الصعوبات ولكن يسوع حتى على الصليب يعني طلب إذا ترفع بشريا ترفع عنه على الكأس بشريا كيف يعني هيك عشت بين هالناس هالباية اللي فقد أمه زوجته وأولاده ثلاثة يعني هيدا بأي أمل يعزم بأي يعني إذا قلتلك ما رح تصدق أنه هو كان يعزينه يعني أنا فجأت بإيمانه واستسلامه للإرادة الإلهية طبيعي الإرادة الإلهية لا تريد موت أحد الموت نحن المنجيبه وليس الله ولكن هذا الشاب اللي اسمه شادي الزوج كان عنده الإيمان والصبر ربنا أعطاه ومن هون كان يعزينا ويقول أنه نحن مؤمنين وأكيد ربنا شايف أنه هذا أحسن لألوم لا يكونوا بالسمة مرتاحين وشفعاء لأنه فكان واجهنا بهذه الكلمات حقيقة اللي هو يعزانا قبل ما نحن نعزي الكنيسة القبطية الأرتودوكسية اعتبرت الشهداء يلي ذبحوا وبعلى شواطئ ليبيا أنهن هني اديسين هل تتطلع الكنيسة الأرتودوكسية وهذا سيامها السبع أطفال يلي هني أرباح مؤدسة أطفال بريئين يعني هل ينظر بيوم من الأيام رفع على مذابح القداسة اليوم اليوم الكنيسة عندنا هي عما تضبط هالإشياء كلها يعني عما تضبطها كوقائع وبالسجلات حتى لي بالوقت المناسب أنه تعلين هايك شيء صاحب السيادي بعرف أنه يمكن كتير صعب أنه واحد مهمر ذهب وعين محل ومهما علي شأنه برسالته أو بحياته يبقى مثل ما ذكرت ببداية الحلقة طفلا مرتبطا بهذه الأرض يمكن اليوم حضرتك عشت طفولتك بمحارتي عشت بين عيلي كبيرة عيلة هزين عشت مع خيلك البطرك اليوم الداب تعني لك هالأرض عندما تعود إليها هل تعود سيادة المطران أو تعود كغطاس هزيم ما بعرف إذا كان اسمك ما قبل السيامة ما قبل السيامة غطاس ما في شك يعني برجع لمحارتي ابن محارتي وبرجع لمحارتي كمحرديوة بالدرجة الأولى طبيعي صفتي تبقى موجودة ولكن بروح لمحارتي كل شارع كل زاروبي كل بيت كل شيء يعني لإلي شيء عنا رفقة عنا أصدقاء عنا أقرباء عنا رفقة مدارس عنا أسازي ربونا تعبوا علينا عنا أقرباء يعني كل شيء بمحارتي بيعني لي شيء أنا ريكد بهالشوارع اللي عب فيها بالكنيسة أنا ربيان بالكنيسة وساحة الكنيسة يعني كان بيتنا ملاصق للكنيسة فبتعني لإلنا شيء هونيك تعمدنا هونيك قدسنا هونيك تناولنا هونيك نبتة الدعوي هونيك نبتة الدعوي ما في شك كله نحن أيضا سيدنا البطرك المثلث الرحمات البطرك إغناطيوس ترك عنا أثر كبير وهو كان حيم المحاردي واللغة المحارديوية هذه اللهجة اللي كان ينطق بها إلى حين وفاته يعني دائما كان يحكي بالمحارديوية بلهجة المحارديوية بلهجة المحارديوية الأساسية وما غيرها أبدا أبدا لا في باريس ولا في لبنان ولا في سوريا ولا في أي مكان آخر بكل مراحل حياته فمحاردي كانت تعني له الكثير ونحن بتعنينا الكثير من هي فقط مكان جغرافي هي منبت حياة عشرين ألف شخص عم تحكي بتجمع مش من السهل أن يكون ولسيما بالظروف الحالية يعني دي نزح من محاردي ناس إلى المغتربات هل هجروا هل تهجروا؟ مع كل أسف نتيجة هذا الضغط ما في شك البعض يعني في ناس ما بيحملوا هذا الضغط في ناس بيحملوا الناس أنواع في ناس ما حسنوا يحملوا هذا الضغط وأرادوا أنه يهجروا فصار في هجرة عنها بأعتقد حوالي المئة عائلية أو مية وشوي يعني هاجرت بس رقم مية على عدد عشرين ألف يمكن لا يعتبر كبير لا يعتبر كبير يعني لم يتجاوز الألف يعني اليوم ما تجاوز لا ما في ألف ولكن بالنسبة لنا نعتبره رقم خصارة ايه خصارت الشخص الكيان الكائن الان وقت لا عم تروح عائلي عم تروح عم يروح بيت وهذا مؤلم بالنسبة لأن كل شخص عم يروح مؤلم ونحنا بالشكل العام متمسكين جدا هجرتم بأي اتجاهات عم يكون الغرب؟ متنوعة يعني في ناس باستراليا في ناس لا أوروبا في ناس لا كندا كندا يعني مشكل يعني كل واحد حسب ما بيتوفق يعني حسب ما بيحسن يطلع لأنه مو بسهولي ولكن استراليا مفيتح الباب للكل يعني يبدو حيبي إنو تستوعب كل العالم أو تهجر هالعالم ليش ما بعرف يبدو مشاكلهم ما عندو ناس بتتجواز وبتجيب ولاد بدو شعب بدو شعب فبدو يحلوا إشكاليتهم على ظهرنا نحنا مؤسف ولكن نحنا ولكن المؤسف إنو في حد عم يساعدهم من الشرق ما في شك يعني في الوجود في الوجود وأنا هون شوي اللي عتب لأخوتنا في الأرض المسلمين أه باعتقد الوجود المسيحي أه هنا من هو ثانوي يعني نحنا محردي أه بلد أه الأولى اللي فتحت مدارس كل المنطقة تعلمت في محردي تعلمت في المدرسة تعلمت المهن كل شيء يعني خلينا يقول 80% هون خريجين محردي فمحردي قدمت اللي بحب قوله محردي أه شعب أه مسالم شعب محب شعب مضياف ولازال ولغاية اليوم نحنا بالنسبة لأنه بتربطنا علاقات كتير طيبة مع الجوار تبعنا المسلم نحنا جوارنا كله مسلم أقرب ضيعة مسيحية لأنه هي السقيلبية واللي أيضا عانت وأنا كمان أصلي من أجل السقيلبية اللي هون موجودين بقلبنا واللي نحنا منساعد بعضنا في الضيقات نحنا مع بعضنا فنحنا بالنسبة لأننا بعتقد الأفضل للمسلمين أن لا يفقد الشرق من المسيحيين إذا فقد الشرق المسيحيين عندهم إشكالية كبيرة لأنه صمام الأمان في الشرق هو المسيحيين وليس شيء آخر ما هو الخوف؟ الخوف بتذكر محمد حسنين هيكل مقالة له نشرت بالجريدة بالديار قرأتها يوما يقول أنه المسيحيين هون عبارة عن اسفنجي في الشرق يوجد اليهود ويوجد الإسلام هود عندهم ردات فعل وهود عندهم ردات فعل فالاسفنجي اللي عم تنتص ردات الفعل هي المسيحيين إذا هاي الاسفنجي راح يصير صدام قاسي جدا فحتى لي ما يصير هذا الصدام ويبقى هناك حياة أكثر لازم الحفاظ عن المسيحيين ويطالب المسلمين يقول عندكم مسؤولية لإبقاء المسيحيين لأنه لازم يشعروا بأمان لازم يشعروا برغبة بوجودهم وأنه الناس ترحب بهم هذه شيء باعتقد كتير مهم نحن بالنسبة لأنه لا نحمل كرهن لأحد صح القزائف الصواريخ اللي جتنا والنوعية لأول مرة منشوفها عنقودية يعني ما مرة ضربنا بهيك الصواريخ هي أول مرة بتجيه والولاد والناس بالشوارع ما تسويه يعني أكيد لم تسقط سهوة أكيد 13 صاروخ مش رح يسقطوا سهوة ونزلت 8 صواريخ 6 انفجرني وتركني هذه الكارثة طبيعي القصف هو مقصود ومبرمج لألوي يعني قبل بيوم بعته تهديد أنه بدهم يقصفوا فنحن بالنسبة لأنه نعتبر أي إنسان يموت على الأرض السوري حرام يموت أي إنسان في العالم نعتبر أنه حرام يموت وأي إنسان لأنه بقى كيف أنه بهالمنطقة اللي عانت وعن نتطلع أنه هي كمان تعيش بسلام وأمان حتى كمان يرجع الجوار والمحيط يعيش بأمان وسلام يعني بالنهاية الغريب بده يخرج بدنا نبقى نحن أولاد الأرض بدنا نتعاون مع بعضنا بدنا نتبادل التجارة والمحاب والعيش هل تعتبر هناك تقصير يمكن من الجوار المسلم يلي سمح أنه من أرضه تنقصف مو بيدو مو بيدو لم يعد له رأي أو قول أنا أعتقد اللعبة صارت أكبر من الموجودين بقلب سوريا طيب ما الهدف اليوم من قصف محارتي؟ هل تعتبر السؤال؟ أي مؤتمر بده يصير بالشأن السوريا مثل شأن السوريا لازم يكون فيه توتر ووقتها كان بده يصير فيه الاجتماع الإيراني التركي الروسي ما زن بالأبرية؟ ما زن بهؤلاء الأطفال؟ هن ورقة ضغط ورقة ضغط المشكلة أن الإنسان لم يعد نرجع لفيروس بحرب الكبار شو زنب الطفولة؟ تماما هالطفولة مع كل أسف يعني نحنا ما نقول شو زنبه أولادنا؟ شو زنبه هالطفل ما يكون له حلم؟ شو زنبه أنه ما يلعب؟ شو زنبه ما يكون عنده أمل؟ شو فرقه عن بقية الأطفال؟ شو فرقه؟ أيضا يكتموا يعني عنا سبع أطفال ميتوا ولكن كمان الشهداء البقيين هني يا أمهات يا أباء كمان يمكن كمان في الأمهات وفي الأباء وفي الشباب يعني في أعمار متنوعة متنوعة هل لم تهز الكيان شوي العالم يا صاحب السيدي؟ هل رفعته يعني حفاظا على من بقي؟ أنه اللي راحوا ما بأحد راح يقدر يعودون عليكم؟ أكيد هل كان هناك حملية استنكار أو رفعت إلى الأمم المتحدة مثلا شي مذكرات؟ أنه اليوم أنهكوا المسيحيين في الشرق اليوم اليوم حردة ليست هي محاربة لحدها ولا فيها مدينة بلدي عيش بسلام عيش بأمان عيش ب ما في شك يعني موضوع المجتمع الدولي المجتمع الدولي ينظر إلى الأشياء بنظرة واحدة فقط اللي هي مصلحته ما بعتقد شايفنا المجتمع الدولي مع كل أسف الإنسان لم يعد له قيمة يعني يتشدقون بحقوق الإنسان وقيمة الإنسان إلى ما هنالك وذكرت محاردي بجلسة ضمن الأمم المتحدة ذكرت من قبل السفير الروسي ولكن ليس من آذان تسمع مو بس الأولاد محاردي لكل الأولاد الذين يقتلون في سوريا في العراق في لبنان في اليمن في كل مكان عما يروحوا فرق عملي ماء لهم قيمة يعني لماذا لماذا بس لن تجرب الأسلحة إلى ما هنالك مع أنه للأسف الصواريخ التي اكتشفت هي من صناعة عربية أيها العرب أنتوا عم بتقتلوا ولادكن بإيدكن مع كل أسف الكل مشاركين الكل مشاركين فيما يحدث بنهاية هاللقاء صاحب السيدي بعرف أنه من الصعب أن نتحدث عن محاردي العريقة بتاريخها بسقفتها، بأبنائها، بتراسها، بها الظرف الأليم إن شاء الله نرفع الحديث عن محاردي بالأضايا المفرحة والحلوي إلى حلقة أخرى أو إلى تقرير آخر نكون فيها على أرض محاردي ولكن اليوم شو حيبة بتقول؟ أنا حب أقول أنه نحن أبناء القيامة، أبناء الحياة أبناء محاردي متمسكين بأرضهم يحبين أرضهم، يحبون أرضهم لأنه هون ما بحياتهم فكروا إلا بالحياة ما بهابوا الموت ولا يثنيهم الموت ولكن متمسكين بالحياة بالقيامة يتخلقون بخلق يسوع المسيح الذي مات على الصليب ليعطينا القيامة، ليعطينا الحياة فنحن بالنسبة لأن أي شهيد سقط في محاردي سقط ليكون منبت حياة للجميع ومنارة للجميع أنا أحب أعزي أهل ضيعته أحب أقول لهم أنه بالنهاية من يصبر إلى المنتهى يخلص المرأة تتألم في المخاض ولكن تلد حياةً إن شاء الله هالمخاض بيكون قصير إن شاء الله نعود كما تعود كل سوريا إلى الحياة الطبيعية وإلى فرح القيامة هكي شي صلاة سيدنا من عمق القلب لها الشهد اللي سقطوا وكمان لعائلاتهم هكي بركي مننهي فيها الحلقة هكي صلاة من القلب بكل عفوية تنطلق في هذا النهار نعزي بها أهل محردي ونعزي بها العالم طلب ربنا أن يريح نفس الراقدين بالرب هؤلاء الشهداء أن يعزي قلوب الأمهات الآباء الأقرباء الجميع وأن يعطي الصبر يقوينا كي نستمر في الحياة وأن يمنحهم الملكوت والراحة الأبدي حيث لا وجه ولا حزن ولا تنهد بل حياتهم لا تفنى أمين شكرا صاحب السيدي ونحنا بدورنا كتيل المير نورسات وكل الفضائيات المتفرعة منا نحمل إلى المحردويين كل تعازينا القلبية ونقول لمحردي افرحي بهؤلاء الملائكة الصغار يلي اليوم من السماء عم بيتطلعوا افرحي بها الشهداء لأنهم هني يلي رح يغرصوا بأرضك الدم يلي رح يسقي كل الناس ويحافظوا على إيمان هالبلدي وهالطائعة وإن شاء الله كمان أنا بتشكركم لأنه عرفت أنه رح تكونوا معنا بقداس الأربعين وتنقلوا إن شاء الله صاحب السيدي هالأمي هاي دي كمان تتحقق ليسمي حتى نصلي نحنا والعالم كله لأجل محردي ولأجل هالمصاب الأليم يلي أصاب محردي شكرا لكم شكرا لكم أصدقائي المشاهدين وبنهاية هالحلقة نطلب منكم أنتو كمان بدوركم نتصلوا مش بس فقط الأهلم حردي المصابين اليوم يلي عم بيعيشوا ذكرى الأربعين والألم لفراق أحبة عليهم ولكن تنصلي من أجل الشعب المسيحي كله ولكن هذا الشعب في الشرق الذي يتألم ويتعذب من ألفين سنة حتى اليوم حتى تبقى كنيسة يسوع المسيح موجودة بهالأرض وتشرق دائما من هذا الشرق ما تغربوه ترجمة نانسي قنقر